اشتركوا في القناة الموصلي وابناء المحافظة كافة كان من الاولويات لدينا هي اجهات الرقابية للمختبرات والصيدليات والعيادات الطبية وعيادات طب الاسدان هذا ليس الجديد على دائرة الصحة الانواء الكل مستمر في الجولات التفتيشية ولكن كان هناك بعض التلكؤ من قبل دائرة التفتيش في دائرة الصحة الانواء ذلك اللي ظروف الخاصة التي كانت تعانيها الصحة من قلة الوقود قلة تخصيصات العجلات المدنية والخدمية الآن تم توفير هذه عن طريق المتابعة مع السيد معالي وزير الصحة والسيد المحافظ والسيد المدير العام قمنا بالزيارة التفتيشية إلى منطقة الجانب العيمن في منطقة مصر الجديدة بإسناد القوة الماسكة للأربعة هي مديرية أم رابعين قيادة الشرطة الانواء صراحة كان مبدأنا هي التنبيه وليس العقوبة كانت الزيارات كافة إلى أطباء الأسنان وأطباء السونر وصيدليات والمختبرات كان هدف أنه هو التوجيه والاهتمام بين ناحية التواجد الصيدلي ناحية التواجد الكادر بأنواع الأدوية الأدوية المسوحة التداول إلى بعض الأدوية التي تبع بشروط خاصة بالاتفاق مع مديرية مكافحة المخدرات في نينوة المخالفات كانت مثلا النظافة عدم تواجد الصيدلي المسؤول المختبرات مثلا كانت غير مجازة أو إجازة قديمة لم يتم تجديد الإجازة أو بعض المخالفات الإدارية البسيطة الآن نحن في حالة إن شاء الله النهوب من جديد نحتاج إلى مساعدة المواطن إلى تعاون المواطن نحتاج إلى ابتعاد عن هذه الكلمات التي تؤدي إلى تقليل عزم الموظف أو المواطن دكتور مشاريع صراحة هناك مشاريع مستمرة بالعمل الكل يعرف قبل عشرة أيام تم إبلاغ بتوقف العمل بمشروع المتين سرير في محافظة إنوه هذا مشروع كل شيء فخم محسوب على تنمية الأقالية قبل المحافظة هناك كان تأخير أو توقف بسيط في العمل نتيجة قلة التخصيصات المالية ولكن بتوجيه من السيد المحافظ وتواصل مستمر مع دكتور عدل عباسي صراحة تم الذهاب إلى بغداد وزارة تخطيط ووزارة المالية وتم استئناف العمل بها اليوم الخميس والسبت واليوم الأحد والثنين هناك عمل مستمر بنسبة أكثر من 75% تواجد الكادر الشركات التي من ضمن العمل من ضمن مشاريع المحافظة معويقات العمل الكل تخفى معويقات العمل هي قلة التخصيصات المالية صراحة نحن نفتقر إلى الموازنة أو إلى المبالغ التشغيلية نحتاج إلى تكاتف السادة النواب الكرام السيد المحافظ والسيد المعالي الوزير المحترام هذه ليس هي مشكلة خاصة بيننا ولكن مشكلة عامة على قطلنا الحبيب إن شاء الله بعد تشكيل هذه الحكومة إن شاء الله يكون تغيير واضح في مستوى الخدمات الطبية والعلاجية والحكومة إن شاء الله الجديدة يكون دعمها واهتماما بالقاطع الصحي الكل تعرف أهم كل شيء الصحة والأمان لا يمكن استغناء عن واحد منهم لأنه هذه منطلبات الحياة العيش الرغي اشتركوا في القناة